وقعت مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأرمان بروتوكول تعاون بهدف التمكين الاقتصادي لألفي مستحق في جميع المحافظات بتكلفة 600 مليون جنيه من خلال مشاريع انتاجية لتمكين الحالات غير القادرة اقتصاديا والمستحقة للدعم وذلك في إطار انطلاقة المؤسسة في ملف التمكين الاقتصادية والذي يأتي كأول خطوة في إطلاق مبادرة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموية 600 ألف باب رزق لتمكين الاقتصادية يأتي ذلك في إطار توحيد جهود مؤسسات التحالف الوطنية تحت هدف واحد وهو تنمية المجتمع المصرية وتحقيق أولويات عملية التنمية الشاملة وتنفيذا لتكلفات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموية في يناير 2023 بدرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنية لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بهدف بروتوكول التعاون يهدف بروتوكول التعاون إلى تنسيق الجهود في تمكين الأسر من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتعظيم قدرتها في عمال منتجة تساهم في تحقيق حياة كريمة وتوفير فرص عمل للحالات المستفيدة